مساء الخير مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حديث القاهرة حلقة النهاردة الـ 228 مارس 2022 مليئة بالأحداث ومليئة بالحوارات واللقاءات وبداية مع مساء الخير يا خيرين مساء النور يا كريم مساء الخير يا خير مساء الخير على السادة المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة كان ختام قمة النقب السداسية اللي جمعت وزراء خارجية مصر وأمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب يومين من المناقشات البيان الختامي للقمة أكد أنها ستنعقد بشكل دوري اتفاق الدول المشاركة على ضرورة إحياء عملية السلامة ومتوقفها من زمان من فترة طويلة قوي وكمان إدانتهم للحادثة التي شهادتها مدينة القديرة في إسرائيل أمس خلينا نبتدي من مصر والتصريحات اللي خرجت من مصر على لسان وزير الخارجية سامح شكري اللي قال في ختام قمة النقب إن المشاورات مع القمة كانت بتهدف لمعالجة التحديات في المنطقة وتؤكد على أهمية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكمان دعم حل الدولتين على حدود 1967 وزير خارجية إسرائيل قال إن قمة النقب رسالة قوية لإيران وإنها ما كانش ممكن تكون في الصابق وحيتم توسعها في المستقبل وأنهم بيعرضوا على الفلسطينيين تبديل الإرهاب بالإزدهار والنجاح ياريت تقوله لنفسكم تصريحات اللي خرجت من وزير الخارجية الأمريكي بعد القمة قال إن بلاده بتتضامن مع شركائها من دول المنطقة ضد الإرهاب والعنف وقال إن العمل على تحسين الفرص للإسرائيليين والفلسطينيين علشان يعيشوا معا أمر ضروري وشدد على إن أمريكا هتواجه التهديدات من إيران ووكلها في المنطقة على حد تعبيره وزير خارجية البحرين قال إن توقيت قمة النقب مهم بسبب سلوك ميليشيات إيران في المنطقة وقال كمان أهمية دعم حل الدولة الفلسطينية المستقلة وحل الدولتين وزير خارجية الإمارات كان ليه تصريحات قال فيها إن بلاده خسرت سنوات من التعارف والتقارب منذ توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل قبل 43 سنة وقال إن قمة النقب لحظة تاريخية للمشاركين وفرصة للبناء في المستقبل أما وزير خارجية المغرب فقال إن المغرب وملكها بيدعموا حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على سنوات القدس الشرقية على حدود 67 النهاردة كمان كان فيه اجتماع من ساعات قليلة استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الاجتماع كان في مقر وزارة الخارجية ده اجتماع مهم طبعا تم فيه استعراض العلاقات بين البلدين وبعد كده كان فيه مؤتمر صحفي فيه تصريحات مهمة سيد سامح شكري قال إن العلاقات المصرية القطرية في تطور مستمر تجاوزت مرحلة التوترات أما وزير خارجية قطر فقال إنه بحث مع سامح شكري مستجدات الأوضاع بالمنطقة التطورات الإقليمية وفي لفتة طيبة منه قال إنه بيتمنى فوز المنتخب المصري في المباراة الفاصلة لتأهل لكأس العالم اللي هتنظمه قطر هذا العام خلال المؤتمر وزير الخارجية المصري سامح شكري قال واتكلم عن دعم مصر للمصار السياسي لحل الأزمة الليبية كما لف وتطرق أيضا للحديث عن قمة النقب اللي تم اختتمها النهاردة وقال تصريح إن الهدف منها ما كانش إنشاء أي تحالفات في المنطقة لكنها استهدفت ترسيخ مفهوم السلام في المنطقة وإنها ركزت بشكل كبير جدا على استقناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل وكمان بحثت اتفاق إيران النووي ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيت وإزاي ممكن يتم التصدي للإرهاب والتطرف باعتبرهم أخطر التحديات اللي بتأثر على الأمن القومي لدول المنطقة هذا الكلام هو المعلن طبعا هذا الحدث هو الأول منه من السنوات بعيدة جدا أن تصبح إسرائيل لاعبا أساسيا وحليفا استراتيجيا للمنطقة العربية ودول الخليج يعني الكثير إلى ماذا سيسفر هذا الاجتماع ومتوقعين هل هيكون فيه تغير اقتصادي هل الأمر لعلاقة بالتكتلات الجديدة في المنطقة أين تركيا والتي تتحدث مع إسرائيل وإلى إسرائيل وكان الرئيس الإسرائيلي في تركيا هل ستكون هناك زيارات تركيا مصرية قريبا كما هناك تقارب مصري قطري الآن وعلى فاكرة كمان احنا لازم نوضح أن النهار ده كمان كان فيه زيارة من ملك الأردن لفلسطين والتقى فيها بالرئيس الفلسطيني أكيد كان فيها مناقشات كثيرة هتخرج للعلن تعليقات وتصريحات وحتى رئيس مجلس الرئاسة الليبي موجود في مصر أكيد برضو لقاءات مهمة جدا المنطقة سرقنا جدا في قائد سوداني كبير هيكون في مصر بكرة برضو من أجل مباحثات أعتقد أن الفترة دي فقرت فترة مختلفة جدا وبما تشهد تغيرات كبيرة نتمنى أن التغيرات اللي هتشهدها المنطقة تكون للصارح العربي العربي وصالح القضية الفلسطينية التي لم ولن نتخلعنا نتمنى ذلك فلنذهب الآن إلى علاوية الأخبار ثم ننتقل إلى أهم قصصنا الإخبارية لهذا اليوم